في شأن آخر أعربت وزارة الخارجية عن تأييد الكويت للإجراءات التي اتخذتها المغرب لضمان انسياب حركة الوضائع والأفراد بشكل طبعي ودون عوائق في منطقة الجرقرات العازلة بين المغرب وموريتانيا وجددت الخارجية في بيان صحفي الموقف الكويتي الثابت والمبدئية في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابع وأعربت عن رفضها لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة ودع البيان إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار والحلول السلمية وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة